وكيف قرر عبد العزيز دخول في غمار تقديم صوته لكل الجماهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنا قبل ما نستضيفك في مزامير داود كنت شاهدتك أنك تطلق فيديوهات قصيرة في اليوتيوب فسألنا وبحثنا وثم كنت معنا في مزامير داود كيف كانت هذه الانطلاق؟ شوفوا الله البداية كانت لما الناس اللي حولي فقط المجتمع اللي حولي لقيتهم يتفاعلوا مع الصوت انتاعي الحمد لله كانوا يعيطوا لي بملتاقايات فأنا قلت الله ما نديرش صفحة ونمشي في الطريق هذا يعني نكسبوا الأجر ونضين الموهبات التاعية للناس فأول خطوة درتها كانت 2018 هذي بعد ما خلصت القرآن الكريم الحمد لله افتحت صفحة سميتها آيات محبيتش نسميها عبدالعزيزحيم نسميها اسمك نعم فأقلت نشوف ما الحمد لله طلعت هذيك من صورة الزمر قلت يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم فالتجاوب عظيم صفحة تجديدة خلال أسبوع ثلاث متابع ناس شاركت ثم ديت القوة وبديت نعم فسبح الله يعني الجمهور الجزائري جمهور ذواق يحب القرآن الكريم الكثير ربما يقول أن الجمهور الجزائري أو اللي يحب يعني يشتهر في وسائل التواصل الاجتماعي قدم ما هو تافه لكن صبح الله أنت قدمت ما هو هادف ولقيت تفاعل كبير جدا فالجمهور الجزائري يعني صح الجمهور ذواق هذه أسمح لي فيها رضوان هذه حبيت أن نوصله يعني العالم العربي أجمع لأن الجزائر أو غيرها لحوس يشتهر مش شرط يروح للجهة الأخرى يعني عندك الجانب الإجابي يعني تبدع وتوصل إلى عناني السماء مش شرط أنك تكون رايح للجنب الآخر يعني ربي هديهم إن شاء الله من هذا المنبر يعني هو أخلص النية وتوكل على الله ستصل إن شاء الله